دينا مشار دكتورة حنف جبال رئيس مجلس النواب كلمة تكلمنا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلووا بقول حضراتكم بيتعمل تعديلات بيتعمل قانون هم مش تعديلات بتعمل قانون جديد يليق بجمهورية جديدة قانون إجراءات الجنائية عندنا قانون لشغال حد الوقتي بقاله 74 سنة من قام الملك من قام الملك 1950 شغالين عليه حد النهاردة الدنيا تغيرت والدنيا تغيرت ملك نفسه لمعليه ثورة يوليو الملك مش والقانون قاعد وتعمل لستير والقانون قاعد بنشتغل على قانون بقاله 74 سنة تخيلوا النهاردة بيتعمل أو خلاص شبه إنجاز قانون جديد إجراءات الجنائية القانون ده هيكون ما بين ربعمائة وسبعين لخمسمية مادة كبير قانون العقوبات ما بين ربعمائة وسبعين لخمسمية مادة القانون اللي بيتعمل خلاص أنجزوه على مدار سنة ويمكن 14 شهر شغلين وعايز أقول لحضراتكم في السابقة لم تحدث من قبل عادة كان بيعمل مين المشروعات القوانين الحكومة أو مجلس النواب صح النهاردة مين اللي عامل للتعديلات في لجنة لجنة فرعية كان يترأسها النائب إيهاب الطموي نائب إيهاب كي اللجنة التشريعية والدستورية هو ترأس اللجنة الفرعية اللي اشتغلت بالها 14 شهر قعدوا مع مين سمعوا مين يعني مين اللي عمل القانون ده اللي عمل القانون اللي هو هيكون تاني يعتبر مجازا يعني دستور آخر عندنا دستور بس القانون لإجراءات الجنيه الجديد دستور آخر عايزة أقول لحضراتكم كل الضمانات والحريات وحقوق الإنسان واستراتيجية حقوق الإنسان 21 موجود القانون ده يعبر عنها دولة جديدة وجمهورية جديدة وإجراءة يعبر عنها قانون اللي بيتعمل ده سمعوا مثلا مين شارك في إعداد قضاء وزارة العد وزارة الداخلية مجلس قاوم الحقوق الإنسان ونقابة المحامين 14-15 جهة مع مجلس الدولة مع الجهات القضائية المختلفة مع أساسة قانون في الجماعات المصرية وكلية الحقوق في الجماعات المصرية وفقه ودستور تسمع لكل الناس بقول لها حقوق 14 شهر قعدت اللي جان تسمع كل واحد يقول رأيه في المادة الفلانية والفصل فلاني وباب الحريات والعقوبات والمواد والحبس الاحتياطي والمحاكمات كل شيء والرأي وكل حاجة بتعمل أمر يليق بجد وأنا بقول لحقوق يليق بجد يعني مثلا لو هتكلم على المواد زي الحبس الاحتياطي مثلا حبس الاحتياطي حضراتكم هيكون الحد الأقصى الأقصى لو حتى واخد إعدام سنتين مفيش حاجة اسمها حبس الاحتياطي بلا سقف كده مفتوح لا محدد وطبق لنوع يعني في حبس كذا جنحة غير الجناية طبعا غير كذا كل حاجة لها ولكن الحد الأقصى سنتين سنتين حد أقصى خلاص تجدد 45 في 45 في 5 زي ما انت عايز ولكن أقصى حاجة سنتين كان ده أمر مطلوب كان كله بكلم هو ليه نفتح الحبس الاحتياطي مدى الحياة لفيش حاجة اسمها تبقى مدى الحياة يوبى ليه تاني سنتين حد أقصى طيب اتقبض على سين أو صاد وتحبس سنة سنتين بالكتير وراح المحكمة وخد براءة عنده حكم بات تبقى مدى الحياة تبقى مدى الحياة